طيب دلوقتي يعني قطعاً الدراما المصرية بتواجه منافسة ومنافسة حتى على المستوى العالمي مع المنصات التلفزيونية كيف يمكنها أن تتميز بشيء تجعل المشاهد المصري والمستمع المصري يعني يبقى أمام هذا الانتاج المصري لازم لأول أحدد أنا عايز إيه؟ هل عايز أوجه ده للجمهور المصري ولا عايز أعمل ده عمل تجاري عشان أوزعه في كل العالم بقى ده حاجة وده حاجة وأنا بس ضد التاني من حقه التاني أنه يعمل اللي هو عايزه أنا بتكلم على مسؤولية الدراما المصرية المذاعة حيقولك أم التاني دلوقتي في عصر الفضائيات هيقلب ويشوف التاني ما دي شطارتي بقى أن أنا أعمل جاذبية يعني عايز أقول مثلاً حضرة مثال قريب قوي من سنتين يعني مثلاً مسلسل تحت لصاية طب ما ده مسلسل جميل جداً ويشد الناس ووصل رسائل مهمة جداً وإنسانية فأنا أنا ما بقولش إن إحنا في عصر السماوات المفتوحة زي ما يقولوا حسيطر على ناس بس أنا أعمل أشياء ذات مستوى معين ولها جاذبية بحيث أنافس الآخرين وعشان كده الإعلام هنا دوره لابد الإعلام والثقافة والتعليم يبقوا مع بعض إعلام ثقافة تعليم لازم يبقوا في بوطقة واحدة لازم بقى فيه تنسيق بينهم إعلام والثقافة والتعليم لأنه دول بيخطبوا عقل الإنسان فأنا هما الثلاثة مسؤولين أي لأنه كمان حتى مهما أعمل ثقافة كويسة من غير عنديش إعلام يوصلها مش هتحصل مش هتحصل حاجة هما متدخلين في بعض على فكرة والتعليم لازم يخص فيه شوية ثقافة بمعنى ثقافة فنية يعني لابد أن الطفل من أول ما بيطلع يبقى مزيكة وتمثيل ومسرح وسينما يعني كل ده وده يتطلب مدرسة مكتملة الأركان يعني ويوم دراسي طويل طبعا حاليا مع التطوير حيقولك الطفل عنده موبايل بتاعه بيجيب أيها بس أنا لو دخلت له على فكرة ممكن أبقى صديقه مش هقول حسيطر عليه لأن حاليا دلوقتي خلاص من أول الطفل بي عنده ثمان سنين مع موبايل يعني ممكن يعني نقضي على توحد الأطفال مع الموبايلات على مدار اليوم لو كان عندنا السطرة أن أنا يعني لازم نفكر كمان نقدر نواجه المعارك دي إزاي دي معارك على فكرة ومعارك كونية صراحة يعني دلوقتي بقت الحروب مش بالأسلحة العادية لا الحروب الفكرية هي اللي شغالة أكتر وهي اللي بتسيطر أكتر دلوقتي قبل ما الأسلحة فكرت مرة أنك تعمل عمل فني ما عن أنفاق قناة السويس طبعا طبعا لماذا؟ لأنه دي كانت يعني معاركة من معارك المهمة جدا أنفاق قناة السويس دي لها بعد مهم إزاي أول مرة نوصل إفريقيا بأسيا في بقت في تلت ساعة ولا نصف ساعة دي مسألة مش سهلة يعني مش عادية وبعدين كمان توصيل غرب القناة بسينا في الشرق دي برضو مسألة مهمة وبعدين إزاي الأنفاق دي تعملت ده شباب مصري هو اللي عملها ما جمناش حد من بره يعني كان مهانسة هاني عازر طبعا اللي هو صاحب اللي هو الآلة الفكرة الآلة اللي هي عمت الحفرة ده وخلته تام اللي كان نائب رئيس الهيئة اللي نفذت الحفرة ده شاب مصري عنده 28 سنة طب مهدان دي دراما إزاي شاب مصري ده وحصل محاولة كتير يعني مرة الكاتب أستاذ محمد بغدادي عمل فكرة ربط بين حفر قناة السويس الأديمة وحفر قناة السويس الجديدة والأنفاء يعني موجود المشروع يعني إحنا أصلي زمان بقى معلش من أننا في ستوديو عشر كان قبل يعني يجي كده في بداية السنة أو حتى الموسم الرمضاني كان مثلا ده رحمة السيدة هملة مصطفى رئيس التلفزيون تجمعنا شباب المخرين تعالي ودي فاضل تعالي يحيا تعالي ودي نوع مش إن أنا كنت أتخبطش على الباب خالص أمري ما طرقت باب وقلت عايزة وبالتالي كنت كمخرج شاب بتستعد طبعا لازم عندي حاجات يعني بتتوقع عشان ما أسأل عندك إيه أقوله عندي كذا وكذا وكذا طب حنعمل أولوية كذا وده خليه السنة الجاية يعني ده فما ينفعش الفنان لن يطرق الأبواب هو لا عايزة عم لا وخصوصا إنه لما يكون كمان له خبرة وله رصيد طب أنت عايزة تعمل إيه تعال أقول لنا عايزة تعمل إيه